مساء الفل النهاردة هنتكلم عن مسلسل كوفيد 25 في الديسكريبشن تحت أصدي في أول كومنت هتلاقض إعلان المسلسل والسيفي بتاعي لأن أنا احتمل احتمل هترفض يعني لأن ده رابع فيديو عمره النهاردة رابع فيديو والنهاردة من أصعب أيام حياتي اللي أنا بشتغل فيها وشغال أقسم بالله وعندي تسليم بروموات قد كده عندي في القناة فأجماعة أنا حاطت كمان السيفي بتاعي احتمل أحطه اللي عايز يلاقي لي شغله بقى ولا بتاع في مصر أنا في دبي كده كده فيعني الدنيا بتهزره يعني كله سيخن النهاردة مهم يعني الإعلان بتاع كوفيد 25 تحت قوله رأيكم فيه إيه والمسلسل من بطولة يوسف الشريف يوسف الشريف زي ما أنتو عارفين هو اللي بيعمل الترند أو بيبقى ماشي مع الترند بس النهاردة هو أوفر ترند يعني يعني الترند دلوقتي أو الحاجة اللي أكتر أكتر حاجة بتتكلم عليها الناس هي الكوفيد 19 إحنا هنعمل كوفيد 25 اللي هو الحاجة اللي فاشخولي لأكتر الأعلان عجبني بس ما ما انبهرتش انبهارت مسلسل النهاية بصراحة يعني مسلسل النهاية انبهاري به كان أكتر من المسلسل ذات نفسه يعني قوة الإعلان أنا قلت ده ليه مش في نتفلكس ده إزاي ما يكونش مترجم حاجة روعة يعني برغم أن أنا قلت الإعلان أقوى من المسلسل لكن مسلسل مسلسل كوفيد 25 بالنسبة لي حلو عيبه بس حاجة واحدة إنه هيبقى 15 حلقة بس وأنا وجد نظري إن كانت القصة المفروض تتعمل على 30 حلقة مفيش مشكلة لأنه قل لنا بقى الفيروس جاي منين بقى كاريت اعمل أي حاجة كده إيه يعني شوف أنا طالع إيه مش ممكن يعني مهمة يعني اعمل أي حاجة جديدة إيه حاجة مختلفة قل لنا بقى بداية الفيروس ده من عصر إيه الكلام ده كله ده بياخد وقت ومش لازم تمط في الأحداث يعني بس 15 حلقة ماشي يعني كان وجد نظري مسلسل النهائية كان ممكن يبقى 15 حلقة عادي جدا لكن مسلسل زي ده فيه أحداث كتير وكده وبالنسبة لي تقريبا كوفيد 25 هو زومبي طالع بقى بيعود الناس بيبقوا ملبوسين فيه سيكة رعب كده فهنستمتع بحاجة مختلفة ليوسف الشريف أنا بحب يوسف الشريف أو بصراحة بصراحة يعني يعني أي حد بيقول أي حاجة أنا بحبه يعني الراجل مكتهد جدا بيعمل حاجات مختلفة ودى الدراما في سيكة محدش رحلها ومحدش قرب منها كان الناس كوميدي 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 أو عائلي 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 بعد كده دخلوا أكشن هو دخل بحاجة تانية وهي بقى الساسبينس والثريلر والحاجات دي كلها الحاجات اللي هي فيها التشويق وإن أنت تفكر وإن إزاي إن هي هتحصل كده كأنك بتشوف فيلم مطول بس ده اللي عندي النهار ده أعرفش إلا يحصل تاني ممكن مثلا عمر دي بيخبط علي دلوقت يعني أكيد في حاجة هتحصل تاني توقفني عن شغلي فأجماعة بص إيديك وأنا على يقصاد كتير جدا وشعر يبصوا طقطة أبيض كفاية محدش ينزل حاجة تانية والنبي بس اشترك في القناة وفعل الجرس عشان مش هينفع لازم تشترك في القناة لأنه تقريباً ده اللي هيبقى باضلي هو اليوتيوب لأنه تقريباً هزيب شغلي بجد بس واشوفكم في فيديو جديد بكرة علي النعمة بكرة النهار ده لأ سلام ترجمة نانسي قنقر